سلام عليكم تلاميذ الأعزاء اليوم عندنا درس يعني نلقاه في السنة الثانية السنة الثالثة والسنة الرابعة متوسط إذن هذا درس تقرأوه في المتوسط وهو فاينل إيدي والكيفية نطق يعني هذي إيدي اللي جيفه الباست سيمبول ريجيولا فيربس يعني جيف الأفعال اللي يكونوا في الماضي وينتهيوا بإيدي رح نقرأ لكم مجموعة من اللي فيرب اللي كلهم ينتهيوا بإيدي ولكن طريقة النطق تحتهم تختلف روزماري loved writing and she wanted to be a famous writer روزماري loved the verb loved هنا هي البرب loved وش هكم تسمعوني نقول loved her teacher encouraged her to write short poems معلمتها شجحها باش تكتب أشعار قصيرة القصائد قصيرة روزماري liked ودوهير وش هكم تسمعون liked دوين ماس بروجيكت الشي يعني هي تحب تعمل البروجيه والمشاريع تاع اللغة تاع الرياضيات she ended her memories and had الكريات توحى with thanking her teachers كي كانت تحكي على ذكرات توحى كملت بالشكر تاع أساتذتها اللي كانوا هما دعمينها في المسارح الدراسي she ended وش هكم تسمعون dead علوغ هنا كلهم يكملوا بإيدي أنا درتهم لكم highlight them يعني درتهم بلون آخر باش تفهموا بلي كلهم يكملوا بإيدي ولكن نطق مختلف وعلا تقولوا لي وش هو السبب اللي خلى أنهم يتكتبوا بنفس الطريقة ولكن يتنطقوا بطريقة مختلفة الحل ولا السر روهنا rule القاعدة the pronunciation of words and in with ed depends on the final consonant sound يعني هنا المعنى أنه أنكم كتكونوا تديروا مثلا أنا هنا عندي the pronunciation of words and in in ed يعني كل كل word ولا كل verb ينتهي بإيدي النطق التاعوي يعتمد على الحرف اللي قبله تقولوا لي كيفاش ميس هنا أدرت لكم مجموعة من الحروف there are three ways to pronounce final ed كان ثلاث طرق ل نطق final ed has three sounds in English t وقتاش ننطقوها t ننطقوها t كيكون الفعل التاعنا ولا الكلمة التاعنا تنتهي P قبل ed لازم دائما نشوف الحرف اللي قبل ed إذا كان ينتهي P K F GH اللي هي اللف اللي هي تقرأ F SH اللي تقرأ SH CH اللي تقرأ T SS اللي تقرأ مثلا كما KIST C عند X غير تسيبوا هذا قبل ed مكتوب ينقبل ed تعرفوهم باللي هذه الكلمة التعناه لهذا الed التعناه التنطق to ed نطقوها to helped looked sniffed laughed washed watched kissed danced fixed يعني كلهم ينقبلوا ed أنا ننصحكم برك باشترك ذولي على هذه وهذه لأن كنت كون وعارفين هذه وهذه الباقي كله في d مثلا هنا قبل ما نقرأ لكم هذه روحو هنا ed words ending in t كيكون عندك الكلمة تكمل بالt قبل ed wanted wanted ed كي تكون تكمل بالd need needed هنا تعرفوهم بالi في ed يبقوا الكل consonants ولا vowels كيسو سو يكونوا d consonants و حروف ولا vowels هنا g damaged l cold m cleaned m cleaned b robbed r offered v loved s used z amazed w followed and y played شفتوا انو نطقهم هكا يعني هذا هو مفهو we go to check understanding ما انتها نروحوا لفحص الفهم او سكفهم تقول لا لا ديروا هذا التمرين اللي هو اغلب الاوقات يجيكم يعني يجيكم بهذه الطريقة i classify the following words وإلا يسألوكم السؤال pick out from the text ما انتها استخرج من الناس قالوا احنا هنا عندنا i classify the following words according to their final ed ما انتها رح نصنف هذو الافعال enjoyed عندي قبل هذي died عندي vowel احنا قلنا vowel دائما هنا enjoyed enjoyed عندي why y دائما هنا x escaped عندي p و p وين قلنا g g g g g escaped يعني انا دائما عني نشوف الحرف اللي قبل ايدي arrested انا كنا نكتب هم كامل هنا قدام ونوري هم لكم arrested عندي t بما انو عندي t هي اخر حرف قبل ايدي فاذا هي هنا cooked عندي k هنا to deserved عندي v d defended عندي d d dressed عندي s undecided عندي d الوغ هنا في id هاي لك هنا بعد ما كتبتم double s q p يعني هنا لو انتون باش تعرفوهم باللي احنا شفنا لهذا الحرف اللي قبل ايدي هنا فوال e v and y وهنا d or two نروح تاسك number two i listen and write the sound you hear at the following verbs احنا نقرأ الكلمة ومن بعد نقول وش من sound سمعنا وش من حرف سمعنا اسك سمعنا to d or ed walked سمعنا to وقبل هذا باش نعرفو ننطقوه لازم نشوفو الحرف اللي قبل احنا عنا q الاغ t play the سمعنا d يعني عندنا y على بها نطق نها play score d عندنا score d r نسمعنا d talked talked نسمعنا t الاغ عندنا q ونحنا عندنا q الاغ talked هنا هاي من talked climbed climbed عندي b نسمع الحرف d climbed listened نسمع الحرف d وعلا بس عندي m و wanted نسمع الحرف ed وعلا لأنه عندي t كما قلنا مجرد كيكون عندي t هذا كله نروح نروح وضرك لتاسك number three i listen carefully to the pronunciation of the ed sound أنت أنا راني رايح نقرأ الكلمات ومن بعد i cross تنشط على الداخل على اللي ما يتنتقش كما هما liberated wanted demanded satisfied of course satisfied هو اللي ما يتنتقش كما هما لأنهم كلهم شوفوا يكملوا ب t يكملوا d العغة ed لأنهم كلهم مع ed punished helped needed liked بين بلي ed لأنهم كلهم يتنتقوا ب t ولأنهم يكملوا ب k p or sh welcomed lived shocked and joined shocked and joined بين بلي هذا عليه أنه هذا يتنتق تي وهذا الاخرين يتنتق d لأنه عندي an v and m ذا هو كان درس تعنا تعليم تمنى إن شاء الله عجبكم كان خفيف هكا بش يجيكم سهل وباش ما تسلقوش صعوبات معه وهذا الدرس مهم ومن أساسيات الانجليش لأنه ممكن حتى تصيبوه كتروحو للثانوي take care of yourself انتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتم الدرس على اليوم good bye see you next time إن شاء الله